يصبني سورة هذا جولان وشي سحولة أننا أدفني هنا بهذه التصالفات الاستعراضية والتهديد والوعيد حاول قائد الفرق عشرين في الجيش الحكومي العميد الركن أثير الربيعي أن يظهر نفسه ومن يمثله في بغداد بصورة متحكم بالأوضاع في قضاء سنجار غربي محافظة نينوى وذلك عندما أزال صورة لزعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان وسط القضاء لكن سرعان ما فرض الواقع نفسه لتنتشر عناصر حزب العمال الكردستاني في سنجار وتشتبك مع قوات الجيش بحسب ما أكدته مصادر في الحزب الديمقراطي الكردستاني ردا على هذه الحادثة ورغم مطالبات متكررة من أهالي قضاء سنجار والسلطات المحلية في نينوى وحكومة كردستان العراق بمغادرة عناصر الحزب المصنف منظمة إرهابية لدى عدد كبير من الدول إلا أن وجوده في سنجار يترسخ يوما بعد آخر بالتنسيق مع ميليشيات الحجد بل وحتى حكومة بغداد خاصة وأن مسؤولين حكوميين أكدوا في أكثر من مرة أن هيئة ميليشيا الحجد هي من تدير ملف انتشار حزب العمال في القضاء وتشرف على تمويله بعلم من السلطات الحكومية ومع أن الاتفاق الذي أبرم في التاسع من تشرين الأول عام 2019 بين حكومتين بغداد وأربيل كان هدفه بحسب ما جاء في بنوده ضمان حفظ الأمن في قضاء سنجار بالتنسيق بين القوات الحكومية والبشمرقة وإخراج جميع الميليشيات المسلحة من القضاء وإنهاء وجود حزب العمال الكردستاني لكن شيئا لم يتحقق من هذا الاتفاق ولا تزال الأمور على ما هي عليه في سنجار بل تزداد سوءا يوما بعد آخر نتيجة هيمنة ميليشيات الحجد وحزب العمال على القضاء الذي أصبح بفضلها ساحة لتهريب المخدرات والأسلحة وحتى البشر